السلام عليكم ورحمة الله أعلنت الميليشي الحوثي عن وفاة زعيم قبلي باريز موالي لها بطريقة غامضة وسط ترجيحات بتصفيته ونعت قيادات حوثي أمس وفاة زعيم القبلي والقياد الباريز في صفوفها بمحافظة البيضاء وسط اليمن الشيخ صالح بن صالح الوهبي دون أن توضح أسباب وفاته المباغتة في أحد مستشفيات العاصمة صنعة وسط تضارب الروايات التي ترجح غالبيتها تصفيته ويقتنف الغموض أسباب وفاة القائد الميداني الأول لمليشي الحوثي في محافظة البيضاء لكن عدة مصادر أفادت بأنه تعرض للتصفية الجسدية بسبب خلافات مالية حول جمرق عفار وبحسب المصادر فإن الشيخ الوهبي تعرض للتصفية نستحدث اسم أخرا نقاط جمركية وماهلية وقانية الأمر الذي تسبب بتراجع المردود المالي في جمرق عفار التابع للوهبي وهو ما أدى إلى نشوب خلافات داخلية وكان الوهبي وفقا للمصادر يتمتع بصحة جيدة ونشط له صور قبل وفاته الغامضة بيومين أثناء حضوره في قضية ثارق بليف بمدينة سوادية في البيضاء وهو بكامل صحته والتقى الوهبي أواخر الشهر الماضي برئيس ما يعرف بالمجلس السياسي التابع للميشيا مهدي المشاط في سنعاء في ظل أحاديث عن صراعات بين قيادات حوثية على عائدة النقاط المنتشرة في محافظة البيضاء والتي تعتقد قيادات عليا أنها أثرت سلبا على عائدات الجمرق التي استحدثتها الميليشيا في منطقة عفار بالمحافظة وفقا لمصادر إعلامية يمنية ويعد صالح بن صالح الوهبي رجل الحوثيين الأول في البيضاء ولعب دورا كبيرا في تجنيد أبناء القبائل صالح الميليشيات الحوثية إضافة إلى تشكيله ميليشيا مسلحة بقيادته أطلق عليها كتاعب الوهبي لمساندة الحوثيين ضد القوات الحكومية وضد التحالف في المحافظة اليمنية اشتركوا في القناة